صباح الخير كيف كون شو الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير لساتنا عم نحكي عن الفطر الفطر يساعد في تنظيم مستوى ضغط الدم لأنه يحتوي على البوتاسيوم يساعد في تقويض الهضام لأنه يحتوي على الكالسيوم يخفض مستوى الكوليسترول في الدم يحتوي على مضادات أكسدة أنتي أكسيدانس يعزز المناعة ويساهم في مكافحة الأمراض مثل ما قلنا لأنه يحتوي على البنسيلين يخفض السعرات الحرارية يحتوي على بروتينات وألياف غدائية بالنسبة لتنظيم مستوى ضغط الدم بسبب وجود البوتاسيوم الذي يساهم في توازن السوائل والشوالد في الجسم بالنسبة لتقويض الهضام لأنه غني بالكالسيوم وهو الكالسيوم تركيب الهضام هي كالسيوم وبروتينات كولاجين يخفض مستوى الكوليسترول في الدم لأنه يحتوي على خاصية الإضمصاص عندما يريد أن يدخل بالأمعة فهو يتجمع عليه وينطرح يتجمع عليه الكوليسترول والدهون يحتوي على مضادات يعزز المناعة عم نحكي على المناعة هنا لأنه يحتوي على البنسيلين اللي هو أول تقريباً أنتي بايوتيك اكتشاف مخفض للسعرات الحرارية هنا بس بدي نموح على الموضوع حكيت عنه قبل لما حكينا عن أشو حكينا عن الكوسا كوسا في منهم واحدة قالت لي بيحرق دهون لا مو بيحرق دهون ولكن نحنا بالمجمل لما عم ناخد شيء قليل السعرات الحرارية فجسمي بدي يضطر يحرق من الموجود لأنه بالإضافة ل كيف دي عبر عنا بالإضافة لأنه الكالوريز اللي بتجينا جزء من الكالوريز بدي يكون يستخدم للتنفس لعمل القلب لعمل الرئتين لعمل كل وظائف الجسم فأنا نحنا لما عم نخفف الوارد في بدي يضطر الجسم يحرق اللي موجود السعرات الحرارية يحتوي على بروتينات وألياف غذائية تقريباً بروتينات الموجودة فيه هي أقرب شيء بالنسبة للحوم وحكيت عنها قبل حكيت عن البقول أنه فيها بروتينات صح وهي بتكون مناسبة لأصحاب جملة الدم إلا اللي عندهم تحب كولون تشنجي أو عصبي ولكن البقول تحتوي أمين وأساس أحماض أمينية لا تساهم في بناء الجسم غير أساسية ثانوية هذا كان الفيديو نعجبكم الفيديو امبنوا لايك شير سبسكرايب فعلوا زر الجرس كارما كوندكتور بأس شكرا